بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآله والصحبه وسلم أتقيكم طلب مرحلة الرابعة قسم اللغة العبرية في محاضرة جديدة بعنوان كيف تكتب رسالة غرامية أو كيف تكتب رسالة حب ما عدت يا خلال اختب لو بمختاب هذا ماذا يمكنك أن تكتبين له في الرسالة الغرامية إخاذ أتي خلال اختب كما شئت أو هيبت أو تو عن تيورين مرقشين أولا بإمكانك الكتابة حول كمية الحب الذي تكنينه له مع أوصاف تثير المشاهر جديد أتي خلال اختب لو ماتاي هايتا حبام هريشونا شيهبنتا شيئت روتسا لهيوت اتو أو شيئت موهيفت بو ثانيا ثانيا بإمكانك أن تكتبين له متى كانت المرة الأولى الذي فهمت بأنك ترغبين فيه أو تكونين تعيشين معه أو أنت قد وقعت في يعرامه شغلوش أتي أخلا لاختب لو ما جارم لأخي سليخة ما جارم لأخ لإدها في تيد أحيبو ثاليا وثالثا عفوا يمكنك أن تكتبين له ما سبب حبك له ربيعي أتي أخلا لاختب عسارتها دباري شيئت هيخي أو هيفت بو رابعا بإمكانك تكتبين الأمور العشرة التي تحبينها في خمش أتي أخلا لخطب على الشير שלاخن ولسرطت كل مיני مشباتين مרגישين שקשורים لكشر שלاخن מהشير ومهكم شيرين رומטיים ولحبو אותם لمختاب أهضا خامسا بإمكانك أن تكتبين عن القصيدة أو قصيدتكما أو الاختباس من جمل تثير الإحساس المتعلقة بعلاقتكما من القصيدة أو من بعض القصاعد الرومانسية وتحويلها إلى كتاب أو إلى رسالة حب أو رسالة غرامية الشيشي أتي أخلا للصيار أو أو أتخيم إن ستو أطيم إن ستو تش المشبات رومان تباسو سادسا يمكنك وصفه أو وصف علاقتكما سويا مع اقتباسات لجمل غرامية في نهاية الكد الرسالة شبيعي أتي أخلا له أخلا لأوسف مشباطي أخلا شيع لأخي الهبانيم أو لأخطف لو أني أو هيفد أدخل بخول من سفو يمكنك أن تعدين له مجموح من الجمل للحب هو جمل الغرام تكتبين فوقها ابتسام أو وجه ضاحك أو الكتابة أنا أحبك بجميع اللغات شميني أتي أخلا لغ توب لغ كل ما شيئة روض ساب كشر إليه عكار شيء زي هبو من حليب شلخ ثامنا يمكنك كتابة أي شيء بخصوص علاقتكما على شرط أن يكون هذا الكتابة هي نابعة من القلب شكرا جزيلا لكم لأزغاكم وإلقاكم في محضرة لاحق إن شاء الله شكرا